راح تلقيه طبعا الأهلي هي لعاب الفيصالي الأردني يوم الأربعة الساعة تمانية والفتح الرباط المغربي مع الترجي التونسي يوم الخميس الساعة تمانية طبعا الفيصالي تأهل برصيد تسعة نقاط في المركز الأول في المجموعة الأولى الأهلي في المركز الثاني في المجموعة الأولى وتأهل كأحسن تاني في المجموعات الفتح الرباط الأول برصيد خمس نقاط في المجموعة الثانية الترجي التونسي في المركز الأول في المجموعة الثالثة كده ده شكل الفرق إن شاء الله أو المباراة القادمة لدور قبل النهائي كانت السمير برضو نفس السؤال بالنسبة ليه سألتك أبت وليد بعض النقاس أو جامهير كانت حباً ومش جامهير أنا بعض اللي عابين كمان اتكلمت معهم وكانوا بيتكلموا أننا عايزين القرعة وقعنا مع الفيصال الأردني من الرد اللي اعتبار بشكل ما في المباراة الأولى لا طبعاً نحن كلنا متفقين عن النقطة دي مهمة جداً أنا عايز برضو أضيف حاجة أن فرق الفيصالي من فرق المحترمة جداً معهم مدرب على الأعلى مستوى بيعرف يوظفهم صح بيقسم المباراة إنما طبعاً كلنا متفقين على أننا زي ما بنتكلم بنقول المباراة مباراتين مع النادي الفيصالي مباراة الأولى خسرنا صفر واحد لكن المباراة التانية رد اعتبار لأن طبعاً فرق النادي فرق بطل وكل اللي صعدوا لدور قبل النهاية هم أبطال فصاحب النفس الطويل هو اللي هيتوج بالبطولة والنادي الأهلي طبعاً مميز بالنقطة دي جداً إنه هو في كل البطولات النفس طويل عنده خبرات بيقدر يتعامل مع النهايات وقبل النهايات سواء في البطولات المحلية أو الأفريقية أو العربية وعن تجربة قبل كده يمكن نكون إحنا الثلاثة لعبنا فيها البطولات دي كابتن وليد وكابتن فاروق إن إحنا تملي يعني عايز أقولك أجارك الله من الفرقة اللي يضيع وقت النادي الأهلي خصوصاً في الدية تسعين وما بعد التسعين فطبعاً ده عقاب لأي فرقة إن هي تضيع وقت والنادي الأهلي يبقى متأخر أو متعادل فدي بتبقى ميزة فطبعاً النادي الأهلي النادي بطل وإن شاء الله الناس عن إحنا نفوز على نادي الفيصالي الفرقة المحترمة جداً اللي بتعرف تتعامل مع الخصم كويس قوي أنا شايف إن المباراة تكون مباراة حمسية مباراة فيها فنيات ما بين الفرقتين هنا في لعيبة كويسة وهنا في لعيبة كويسة وإن شاء الله نستمتع بالمباراة قابل نهائي ونتمنى التوفيين للأهلي إن شاء الله خلي أقول لكم يعني في المرحلة الأولى من البطولة العربية